ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة والاستصلاح الأراضي وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات لتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وأهمية تكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين